أكد رئيس حزب جبهة النظال الوطني عبدالله حداد على ضرورة إصلاح قطاع الجماعات المحلية وفق نظرة شاملة لتحقيق تنمية محلية تواكب تحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد وذلك في ندوة اقتصادية خصصت لمناقشة وإثراء قانون البلديات والولايات والعلاقة الوثيقة التي تربطه بقانون الاستثمار الجديد نظمنا هذا اليوم الدراسي لنكون من المشاركين في التنمية المحلية وقرحنا عدة حلول إن شاء الله يخذوها بالانتبار وخاصة صلاحيات المنتخب المحلي باش كل الولايات تمتاز بخصوصيات القطاع التحن كين قطاع فيلا حاكمة عند فلاك كين قطاع سياحة كما تنسوغايتين هذا الناس المنتخبين يعرفوا بما يسيبهم في القطاع التحن أجمع رؤساء والأحزاب السياسية والخبراء الاقتصاديين على أهمية تكوين المنتخبين المحليين في المجالس الشعبية من الجانب الاقتصادي والمالية ومتابعة مدى تطبيق البرامج الاقتصادية مقترحين أدوات تنفيذ التنمية المحلية والمشاريع الاقتصادية على مستوى البلديات لخلق استثمار محلي حقيقي كيف ننتقل بالتنمية المحلية إلى انطلاقة وإقلاع حقيقي يخرجها من التبعية لمساهمات الدولة المركزية وناشدت جبهة النضال من أجل الخروج من التبعية إلى اقتصاد متكامل ومنتج في المجالات الاقتصادية والفلاحية والصناعية من أجل إقلاع اقتصادي وتمويل الميزانية المحلية وكيفية منح العقار الاقتصادي لإنجاز مشاريع استثمارية ترجمة نانسي قنقر